بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يأتون دوماً بذكر المطلق والمقيد عقب ذكر العموم والخصوص إذن هو عموم من وجه ما هو العموم البدلي الذي يتحقق في المطلق بصوره وها هنا تنبيه مهم مصطلح التقييد أو القيد له إطلاقان عند الفقهاء والأصوليين الأول عام ويراد به مطلق المعنى اللغوي يعني ورود ما يقلل من الانتشار والشمول فيرد في هذا المعنى التخصيص تخصيص العموم ويرد فيه تقييد المطلق يعني فربما قال هذا العام مقيد بتلك الصفة يقصدون بمقيد هنا في هذا السياق التخصيص فإذن التخصيص وفي حقيقته تقييد تقييد لانتشار العموم وشموله إما بشرط أو باستثناء أو بصفة ونحو ذلك الإطلاق الثاني للقيد هو الإطلاق الاصطلاحي الذي نحن فيه الآن في هذا الباب الإطلاق والتقييد والقيود والقيد هو المعنى الاصطلاحي للقيد الذي يطلق في مقابل الإطلاق والمقيد في مقابل المطلق كما سيأتي في هذا الباب ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الباب مباشرة بذكر أنواع المطلق والمقيد وصوره ولم يتطرق لتعريف المطلق والمقيد لأنه تقدم له تعريفهما في الفصل السادس من الباب الأول في التعريفات حيث عرف هناك المطلق بأنه اللفظ الموضوع لمعنى كلي نحو رجل تقول أكرم رجلا وأطعم فقيرا وأعطي إنسانا فرجلا وفقيرا وإنسانا هذه النكرات في سياق الإثبات هي معاني كلية يعني رجل أي رجل نعمه يصدق على كل رجل من هنا قلنا هو عموم من هذه الناحية لكنه عموم بدلي ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة وأعتق رقبة في قولك الرقبة ها هنا هي أيضا مطلق لأنت تريد أي رقبة ولكن ليس بمعنى كل الرقاب كل الرقاب صالحة لقولك فتحرير رقبة لكن المراد منها واحد إذن كل الرقاب صالح للتناول لا مقصود بالأمر فهذا معنى العموم البدلي هذا الإطلاق وتعريف المطلق بقوله اللفظ الموضوع لمعنى كلي يقابله معنى المقيد اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه نحو رجل صالح وفقير حافظ ورقبة مؤمنة فأنت زد على مجرد الحقيقة أو المعنى الكلي أضفت إليه قيدا فلم تعد رقب هكذا بإطلاق بل مقيدة بوصف الإيمان ولم يعد رجل هكذا بإطلاق الوصف بل هو مقيد بالصلاح وهكذا هذا التعريف يا أحبة للمطلق والمقيد هو بأحد الاتجاهين الذين عمل عليهم الأصوليون في تعريف المطلق والمقيد فإنهم اتجهوا إليها باعتبارين الاعتبار الأول هو النظر إلى الحقيقة الذهنية المجردة والثاني النظر إلى وجود هذه الحقيقة في الخارج وفرق بين أن تتكلم على الحقيقة من حيث هي يعني من حيث تصورها في الذهن وبين أن تتكلم عن الحقيقة من حيث تشخصها في الخارج ووجودها أو وقوعها في الخارج فمن عرف المطلق بأنه الدال على الماهية بلا قيد أو الدال على الحقيقة من حيث هي هي كما سيذكره القرافي بعد قليل هذا تعريف للمطلق بالنظر إلى حقيقته الذهنية كلمة فقير وإنسان ورجل ورقبة هنا تتشخص في الذهن معاني لهذه الألفاظ فالنظر إلى الحقيقة الذهنية المجرد من نظر إليها قال الدال على الماهية بلا قيد أو الدال على الحقيقة من حيث هي وربما عرفه الحنفية بقولهم اللفظ المنصوص أو اللفظ المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات طيب ومن نظر إلى الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج ينظر إلى معنى الشيوع والانتشار أو التقييد فيقول في تعريف المطلق ما دل على شائع في جنسه أو يقول ما دل على فرد ما منتشر والمقيد يعرفونه في مقابله بقولهم كل حقيقة اعتبرت مضافة إلى غيرها وهكذا سيدخل المصنف رحمه الله تعالى مباشرة في مسائل الإطلاق والتقييد لكنه نبه في شرحه إلى معنى اللطيف وهو أن التقييد والإطلاق من أسماء الألفاظ أو من عوارض الألفاظ لا من أسماء المعاني نحن قلنا هناك في العموم خلاف في كونها من أصاف المعاني باتفاق إن العموم من عوارض الألفاظ هل هو من عوارض المعاني تقول هذا لفظ عام لكن هل يصح أن تقول خصب عام ومطر عام هل هو من عوارض المعاني الخلاف تقدم هناك هنا في الإطلاق والتقييد يقول هما من عوارض الألفاظ أو من أسماء الألفاظ فإنك تقول هذا لفظ مطلق وهذا لفظ مقيد ولا تقول معنى مطلق أو معنى مقيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله الباب العاشر في المطلق والمقيد التقييد والإطلاق أمران اعتباريان فقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة إلى قيد آخر كالرقبة مقيدة بالملك مطلقة بالنسبة إلى الإيمان وقد يكون المطلق مقيدا كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق والحاصل أن كل حقيقة إن اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيدة هذه مقدمة وهي مثلها تكرر في العموم والخصوص هناك عندما قلنا العموم والخصوص أمور نسبية أو إضافية بمعنى أن كل لفظ يصلح أن تقول هو عام من وجه خاص من وجه آخر عام بالنظر إلى ما تحته من أفراد وخاص بالنظر إلى ما فوقه من وصف أعم منه أو جنس أعلى منه فلو قلت مثلا إنسان الإنسان هذا عام أو خاص عام يشمل كل إنسان لكنه خاص بالنسبة إلى الثقلين فالثقلان إنس وجان أو خاص بالنسبة إلى الكائنات الحية أو خاص بالنسبة إلى المخلوقات فالإنسان من وجه ما عام ومن وجه آخر خاص وكذلك تقول في الإطلاق والتقيين يقول أمران اعتباريان يعني نسبيان بمعنى أنهما باعتبار ما يوصف أحدهما بالإطلاق وباعتبار ما يوصف ذاته بالتقييد وضرب مثالا فقال مثل رقبة تحرير رقبة رقبة هنا مطلقة أو مقيدة مطلقة طيب رقبة مؤمنة مقيدة هيركز معي قلت الآن رقبة مؤمنة مقيدة مقيدة بإيش؟ بالإيمان لكنها مطلقة بالنسبة للأوصاف الأخرى مطلقة بالنسبة إلى الذكور والأنوث صح مطلقة بالنسبة إلى الطول والقصر مطلقة بالنسبة إلى الجنس اللغة اللون العيوب مطلقة فإذاً هي مقيدة بالنسبة إلى الإيمان مطلقة بالنسبة إلى غيره من الأوصاف تقول أكرم رجلاً هذا مطلق لكنه مقيد بالنسبة إلى أن الرجل هو أحد أصناف الإنسان فالإنسان ذكر وأنثى أو رجل وامرأة وكذلك لفظة إنسان هو ضرب مثالاً هنا بالرقبة فقال مقيدة بالملك تحرير رقبة قلتم قبل قليل هو مطلق قال نعم مطلق بالنسبة إلى الإيمان فإنه لم يقيد بوصف فيشمل المؤمن والكافر لكن رقب بالنظر إلى كونها مملوكة فهي مقيدة بالرق لأن من الرقاب ما يعتق فيكون حراً فهذا هي رقبة وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى القيود التي تريد عليها هي مطلقة بالنسبة هي مقيدة بالنسبة إلى الرق قال رحمه الله التقييد والإطلاق أمران اعتباريان بثل العموم والخصوص كما تقدم فقد يكون المقيد مطلقاً بالنسبة إلى قيد آخر كالرقبة وهي مطلقة مقيدة بالملك فرقبة وإن كانت مطلقة لكن من حيث الملك هي مقيدة قال مطلقة بالنسبة إلى الإيمان وقد يكون المطلق مقيداً بالعكس يعني كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق إذن باعتبار صدقها على الرقبة المؤمنة وغيرها تكون مطلقة وبالنظر إلى أنها مملوكة تكون مقيدة وقل مثل ذلك في سائر النكرات التي هي من قبيل المطلق إنسان مطلق بالنسبة إلى الأوصاف الأخرى تقول إنسان صالح أو إنسان مؤمن أو إنسان متعلم أو إنسان طويل إنسان قصير لكن إنسان هذا الذي اعتبرناه الآن مطلقاً هو أيضاً مقيد بالنسبة إلى غيره بأنه حيوان ناطق فثمت كائنات حية أو حيوانات غير ناطقة فالإنسان مقيد بالنسبة إليها فهناك حيوان غير ناطق فالإنسان الناطق مقيد بالنسبة إلى جنس الحيوان أو الكائنات الحية قال رحمه الله والحاصل أن كل حقيقة إن اعتبرت من حيث هي هي إيش يعني من حيث هي هي من حيث هي في ذاتها من غير نظر إلى أي اعتبار آخر قال فهي مطلقة وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها حقيقة إنسان وحقيقة رقبة وحقيقة رجل وحقيقة سائر الكلمات النكرات إن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيدة وبالتالي فإذا نظرت إليها من فوق باعتبار ما تحتها كانت مطلقة وإذا نظرت إليها من أسفل باعتبار ما فوقها من ما هو أكثر إطلاقا منها كانت مقيدة وهكذا في كل هذه الأمور ولذلك قالهما أمران اعتباريا ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام هذا هو ما يهم الأصوليين في مسألة الإطلاق والتقييد وهي المسألة الوحيدة التي اقتصر عليها المصنف رحمه الله في الباب صور اجتماع المطلق مع المقيد لأننا نقول تقييد المطلق أو حمل المطلق على المقيد بمعنى أن المطلق في نص نقيده بالقيد الذي يرد في نص آخر وعندئذ لا بد من حصر الصور التي يأتي فيها النصان المطلق والمقيد فقال الصور أربعة هذا الحصر أو هذه القسمة الرباعية آتية بالنظر إلى مورد الاعتبار في تأثير قيد المقيد على إطلاق المطلق يعني متى يكون القيد مؤثرا في المطلق مناط الاعتبار والتأثير شيئان الحكم الذي في النص وموجب الحكم وهو السبب فإذن لكل من النص المطلق والمقيد سبب وحكم فالنص المطلق فيه حكم وسبب لهذا الحكم والنص المقيد فيه حكم وفيه سبب لهذا الحكم مثال في كفارة القتل قال الله فتحرير رقبة مؤمنة ما الحكم؟ وجوب عدق رقبة مؤمنة ما السبب؟ القتل فهو كفارة للقتل وفي كفارة أخرى وهي كفارة الظهار قال الله فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ما الحكم؟ تحرير رقبة ما السبب؟ الظهار كل نص مطلق أو مقيد يشتمل كل نص على حكم وسبب طيب فإذا كان كل واحد منهما له حكم وسبب والنظر إلى التوافق أو التخالف في الحكم والسبب فاثنان في اثنين يساوي أربع لأنه إما أن يتفق النصان المطلق والمقيد في الحكم والسبب وإما أن يختلف في الحكم والسبب وهذان الطرفان وإما أن يتفق في الحكم دون السبب أو العكس يتفق في السبب دون الحكم فصارت القسمة رباعية وبعض الأصوليين يجعل القسمة ثلاثية كيف؟ يقول إما أن يتفق في السبب والحكم أو يختلف في السبب والحكم أو يقول إما أن يتفق في السبب والحكم أو يختلف في السبب والحكم أو يتفق في أحدهما دون الآخر فبعضهم يجعلها قسمة ثلاثية فليس هذا اختلافا وتعارضا لكنه إما ضم للصور أو تفصيل لها ومن فصل أوصلها إلى ست صور كما فعل البخاري في كشف الأسرار ولو جمعت ما عند الأصوريين لحصلت عندك في المجموع سبع صور بتفصيل في الحالة الأولى التي يأتي ذكرها الآن المتفق في الحكم والسبب فإنه يندرج تحته أربع صور سنأتي إلى ذكرها بعد قليل إذن قول المصنف رحمه الله ووقوعه ما هو التقييد والإطلاق وقوعه في الشرع على أربعة أقسام قد علمت ما وجه كون القسمة رباعية لأن مورد التقسيم هو الاتفاق أو الاختلاف في السبب وفي حكمه نعم أولا متفق الحكم والسبب كإطلاق الغنم في حديث وتقييدها في آخر بالسوم أنا سأمشي بداية على تقسيم المصنف رحمه الله ثم آتي إلى تفصيل غيره حتى لا يختلط عليك الأمر الصورة الأولى اتفاق النصين في الحكم والسبب قال مثال ذلك إطلاق الغنم في حديث وتقييدها في آخر بالسوم يقصد رحمه الله حديث إيجاب الزكاة في الغنم فإن في صحيح البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مئة وعشرين أو إلى عشرين ومئة شات هذا الحديث لفظ البخاري وعند أصحاب السنن عامة قريب من هذا والأصوليون عادة يورون الحديث باختصار يقول في الغنم السائمة أو في سائمة الغنم لكنه ليس بهذا اللفظ إنما هو بالمعنى طيب نحن سنتعامل مع لفظ الحديث ليكون أوضح قال في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شات قال في صدقة الغنم في سائمتها هذا الحديث جعل الزكاة في الغنم موصوفة بالسوم في سائمتها فتفهم منها أن غير السائمة لا زكاة فيها وهي المعلوفة وعليه خرج الفقهاء عدم وجوب الزكاة في الغنم إذا كانت معلوفة طيب هذا النص الذي قيد وجوب الزكاة في الغنم بأن تكون سائمة يقابله نص آخر مطلق قوله صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في أربعين شاتا شاتا في الغنم ولم يحدد ولم يقيد بالسوم أو غيره فجعل هذا أيضا من غير قيل قالوا فهذا مثال الحكم واحد والسبب واحد الحكم هو وجوب الزكاة والسبب ملك النصاب فإذا ملك نصابا وجبت الزكاة اتحد السبب في الحديثين واتحد الحكم في الحديثين أحدهما مطلق والآخر مقيد إذن نحمل المطلق على المقيد وسيأتيكم إن شاء الله تعالى حكاية الاتفاق على حمل المطلق على المقيد هنا إلا خلافا يذكر لأبي حنيفة رحمه الله سيأتي تفصيله بعد قليل الآن هو يسرد الصور ثم يعطيك حكم كل صورة بالترتيب عليها هذه الصورة الأولى مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرج الطبراني وهو صحيح لا نكاح إلا بولي وشاهدين وعند غيره بلفظ وشهود وأخرج الدار قطني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل الحديثان في حكم واحد وفي سبب واحد هو النكاح ووجوب الإشهاد فيه أحد الحديثين طلب الشهادة مطلقة وشاهدين والحديث الآخر قيد الشاهدين بوصف العدال قال وشاهدي عدل فهذا أيضا سنحمل النص المطلق فيه على المقيد وتقول الحديث الذي جاء فيه القيد نحمل هذا القيد ذاته على الحديث الآخر الذي جاء مطلقا وهذا معنى قولنا حمل المطلق على المقيد بمعنى أن نفهم النص المطلق بما جاء في النص المقيد فنجعل هذا شرطا في الشهود أن يكون موصوفين بالعدالة فلو قال قائل لكن الحديث يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدين وأطلق فلو شهد فاسق صحت شهادته قلنا هذا الحديث الذي جاء مطلقا قيده حديث آخر وهو قوله وشاهدي عدل فهذا مثال إذن سؤال هل معنى هذه الصورة أن الكلام على حديث واحد في مسألة واحدة وحكم واحد لكن يأتي بلفظين أو بطريقين فنجعلهما شيئا واحدا ها هنا تنبيه مهم دقيق تطرق له ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فرق يا أحبة بين أن يكون حديث من رواية صحابي واحد تتعدد طرقه عند المحدثين والمحدثون يعدون الطريق المستقلة حديثا فإذا جاء طريقان لحديث واحد مخرجه واحد ثم وجدنا اللفظ في أحدهما مطلقا والآخر مقيدا فليس هذا مما نحن فيه يقول ابن دقيق العيد رحمه الله إنما حمل التقييد إنما التقييد والإطلاق يكون في حديثين أما إن كان في حديث واحد من طريقين فيرد المطلق إلى المقيد لأن التقييد ها هنا زيادة من العدل وهي مقبولة في الحديث فهذا باب آخر إذن كلامنا على حديثين وإن كان في زكاة الغنم مثلا وإن كان في الإشهاد في النكاح لكن المهم عندنا أن يكون هذا متعلقا بحديثين له مخرجان أو راويان أو في سياقين مختلفين لكن أحدهما كان مطلقا والآخر كان مقيدا ويضرب له أيضا مثال بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وجاء مقيدا في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فقيد الدم المحرم بأن يكون مسفوحا وهو ما يخرج من الذبيحة بعد ذكاتها فأما الدم الباقي في اللحم المختلط به فليس محرما وهو مما يباح لمصاحبته اللحمة إذن هذه الصورة الأولى وهي اتفاق الحكم والسبب بالنظر بالنسبة إلى المطلق والمقيد وعرفت مثاله وسيأتي حكمه بعد قليل ومختلف الحكم والسبب كتقييد الشهادة بالعدالة وإطلاق الرقبة في الظهار قبل الانتقال إلى الصورة الثانية أورد المصنف رحمه الله مثال الغنم وزكاة الغنم وأورد هذين المثالين أو الحديثين في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شات وفي كل أربعين شات شات ناقش رحمه الله هذا التمثيل في شرحه قال وهذا المثال عليه إشكال من جهتي أن مطلقه عموم ليس هاهنا مقابلة تقييد لإطلاق قال مقابلة تقييد لعموم وتقييد العموم تخصيص إذن هو من باب العموم والخصوص لا من باب الإطلاق والتقييد وقد علمت الفرق ذاك عمومه شمولي وهذا عمومه بدلي ومثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم هنا عموم نتكلم على معرف أو محلى بأل وهناك قال في صدقة الغنم هذا عموم وبالتالي فنتكلم على عموم وما يعرض للعموم من تقييد يكون تخصيصا فاعترض على هذا قال رحمه الله وهو قوله في كل أربعين شات شات ومتى كان المطلق عموما كانت تقييد مخصصا منقصا لمقتضى اللفظ وتخصيص المنطوق بالمفهوم فيه نظر والبحث في المطلق والمقيد إنما هو موضوع بين العلماء في المطلقات التي هي مفهوم مشترك كلي كالرقبة المنكرة أما الكلية العامة الشاملة فلا والفرق أنك في النكرة زائد على مدلول اللفظ ولم تبطل منه شيئا كانت رقبة فأصبحت رقبة مؤمنة فأنت زائد على مدلول اللفظ زدت ماذا؟ القيد ولم تبطل منه شيئا فلم يعارض التقييد اللفظ السابق بخلاف صيغة العموم يحصل التعارض بين العموم الخصوص قال فأحد البابين بعيد من الآخر مع أن جماعة من العلماء لم يفرقوا وساقوا الجميع مساقة واحدة والفرق كما رأيت فهو موضوع حسن لم أرى أحدا تعرض إليه لكن القرافية رحمه الله وهو صاحب المذهب الذي استقل به وهو أن المطلقات أن عموم الأشخاص مطلق في الأحوال وهو الذي قرره رحمه الله وانتصر له غير ما مره جعل بعض الشراح يريدون هذا المثال وأن إشكاله غير متجه لأن السوم في الغنم حال من حالاتها وهو يقرر أن العموم في الأشخاص مطلق في الأحوال فإذا عموم الغنم في أفرادها وأشخاصها لكنه مطلق بالنسبة إلى أحوالها والسوم والعلف هي من أحوالها لا من أفرادها فيبقى الحديث أو يبقى المثال على طريقته رحمه الله كما هو من باب المطلق والمقيد لا من باب العام والخاص والله أعلم نعم ومختلف الحكم ومختلف الحكم والسبب كتقييد الشهادة بالعدالة وإطلاق الرقبة في الظهار هذان بابان مختلفان تماما عكس الصورة الأولى نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد لكن هذا في باب وهذا في باب حكما وسببا قال تقييد الشهادة بالعدالة في حديث النكاح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وإطلاق الرقبة في الظهار قال الله فتحرير رقبة من قبل أن يتماس كأن سائل يقول لك درست المطلق والمقيد يا ولدي أعطني مثالا فقلت لو مثال المطلق قوله تعالى في سورة المجادلة فتحرير رقبة قال لك أحسنت هذا مطلق أعطني مثال للمقيد قلت لو مثاله تقييد الشهود بالعدالة في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل هل بين الإطلاق في هذا النص والتقييد في ذاك النص علاقة الجواب لا ليش هذه الصورة الرابعة عكس الأولى الأولى متقاربة جدا اتفاق في الحكم والسبب والصورة الثانية اختلاف في الحكم والسبب فهذا الثاني أيضا مما اتفقوا عليه إجماعا أنه لا علاقة بالتقييد هذا في إطلاق ذاك لأنهما من بابين مختلفين نعم ومتحد الحكم والسبب ومتحد الحكم مختلف ومثال آخر بغير تقييد الشهادة بالعدالة لكن في محل واحد يوشك أن يكون متشابها تقييد اليد في الوضوء إلى المرافق وإطلاقها في القطع في حد السرقة في الوضوء قال الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق في السرقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من غير تقييد طيب هنا أيدي مطلقة في حد السرقة وهناك أيدي مقيدة بكونها إلى المرافق في الوضوء ماذا تلاحظ؟ الإطلاق والتقييد مختلفان حكما وسبب الحكم هنا إيش؟ وضوء والثاني إقامة الحد حد السرقة هذا سببه القيام إلى الصلاة أو الحدث وهذا سببه السرقة ما في وجه شبه فهذان بابان مختلفان تماما ثالثا ثالثا ومتحد الحكم مختلف السبب كالعتق مقيد في القتل مطلق في الظهار هذه الصورة المشهورة عند الأصوليين وعندما يقال خلاف الأصوليين في حمل المطلق على المقيد فهذه هي الصورة المتبادرة اتفاق النصين المطلق والمقيد في الحكم لأن المؤثر هو الحكم والاختلاف في السبب هذا عتق رقبة وهذا عتق رقبة لكن هذا سببه ظهار وهذا سببه قتل أو هذا سببه الحنث في اليمين في أحدهما قيد بالمؤمنة والثاني أطلقت فيه الرقبة في كفارة القتل قال الله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله في كفارة اليمين قال فيطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي أو كسوتهم أو تحرير رقبة جاء مطلقا طيب رقبة جاءت هنا مطلق وهنا مقيد ونعندي كفار الظهار أيضا مطلق فالذي ينظر هنا يجد الحكم واحدا تحرير رقبة تحرير رقبة تحرير رقبة لكن السبب مختلف هذا ظهار وهذا حنث يمين وذاك قتل فما العمل هذه صورة قال كالعتق مقيد في القتل بإيش مقيد بوصف الإيمان فتحرير رقبة مؤمنة مطلق في الظهار قال فتحرير رقبة من قبل أن يتمس مطلق وكذلك في سورة المائدة في كفارة اليمين أيضا أو تحرير رقبه جاء مطلقا أيضا فهنا يأتي خلاف الفقهاء والأصوليين لو استفتاك مستفت وقال عليه كفارة ظهار أو كفارة يمين وأراد عتق رقبة فهل يشترط أن تكون رقبة مؤمنة؟ الآية أطلقت فيجيب الفقيه والأصولي على أحد المذهبين نعم يلزمك أن تكون الرقبة مؤمنة من أين يا شيخ؟ الآية أطلقت فنقول بناء على القاعدة حمل المطلق على المقيد يقول لك يا شيخ بس هذا ظهار وهذا أنا أسألك عن كفارة يمين وأنت تفتيني بكفارة القتل أقول لا وإن اختلف السبب لكن الحكمة واحد والقاعدة عندنا أن المطلق والمقيد إذا اتفق في الحكم يحملان على القيد نفسه ولو اختلف السبب إذن هذه صورة اتحاد الحكم مع اختلاف السبب نعم ومختلف الحكم ومتحد السبب هذه عكسها السبب واحد لكن الحكم مختلف نعم كتقييد الوضوء بالمرافق وإطلاق التيمم والسبب واحد وهو الحدث تقييد الوضوء بالمرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق طيب وفي التيمم ماذا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم طيب لو جاء إنسان وقال طيب هذا كله طهار هذا وضوء وهذا تيمم وإذا جئت للتيمم سأضرب ضربة على التراب وأمسح إلى المرفق من أين قال لأن الحكم واحد نقول لا الحكم هنا مختلف يقول كله طهارة نقول لا هذا وضوء غسل بماء وهذا تيمم مسح بتراب اختلف الحكم وإن كان السبب واحدا ما هو الحدث السبب في هذا وهذا واحد هو الحدث وأنت تريد الطهارة من ذلك الحدث لترفعه طيب خذ مثالا أوضح في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة في الإطعام ماذا قال من أوسط ما تطعمون طيب وفي الكسوة إيش قال طيب هل نقيد الكسوة من أوسط ما نكسو أهلينا هذا مثال الحكم واحد أو مختلف لا الحكم مختلف هذا إطعام وهذا كسوة لكن السبب واحد وهو الحنث في كفارة اليمين أو الكفارة في حنث اليمين الظهار تعال هنا قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريروا رقبة من قبل أن يتماسى عتق الرقبة قبل عود الزوج إلى زوجته قال فمن لم يجد في صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى قال فمن لم يستطع في إطعام ستين مسكينة وما قال من قبل أن يتماسى طيب هذا الرجل ما وجد رقبة ولم يستطع إطعام ولم يستطع صيام شهرين متتابعين انتقل إلى الإطعام هذا حكم الله فيه جاء يطعم وقال أنا سأعود إلى زوجتي وبعدين إذا قبضت الراتب آخر الشهر أطعمت ستين مسكينا الآية أطلقت فهل نقول يحمل المطلق على المقيد شوف في هذا وفي الكسوة هل نجعلها مثل الإطعام من الأوسط وهنا نقيده بكونه قبل المسيس تلاحظ أن الحكم مختلف هذا الصيام وعتق وهذا إطعام وهناك في كفرة الأمين هذا إطعام وهذه كسوة لكن السبب واحد في الصورة التي قبلها كان العكس السبب واحد والحكم مختلف قال رحمه الله ومختلف الحكم ومتحد السبب كتقييد الوضوء بالمرافق وإطلاق التيمم والسبب واحد وهو الحدث انتهى من الصور الأربعة ألن يعطيك أحكامها تباعا نعم فالأول يحمل فيه المطلق على المقيد على الخلاف في دلالة المفهوم وهو حجة عند مالك الرحمة رحمة الله عليه ما الأول اتفاق الحكم والسبب مثل في سائمة الغنم طيب ومثل شاهدين وشاهدي عدل قال يحمل المطلق على المقيد ما قال اتفاقا قال على الخلاف في دلالة المفهوم من يخالف في دلالة المفهوم الحنفية أو أكثرهم جملة وسيأتين في الباب التالي خلافهم في هذا الباب قال وهو حجة عند مالك رحمه الله بل مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور ولك أن تقول إن الخلافة ها هنا إذا كان مبنيا على مفهوم المخالفة فالمخالف فيه هو المخالف هناك والمخالف هناك هم جمهور الحنفية وعامتهم ووافقهم بعض الشافعية كالغزالي والآمدي في بعض الصور وسيأتين إن شاء الله بعد قليل إذن هذا هو الخلاف فيكون الجمهور هنا يحملون المطلق على المقيد قال ليش على الخلاف في دلالة المفهوم لأنك تقول لا نكاح إلا بوليين وشاهديني أطلق يشملوا العدول وغير العدول طيب لما قال وشاهدي عدل ما مفهوم المخالفة أن غير العدل لا تقبل شهادته فجعلت هذا المفهوم مخصصا من النص المطلق فأنت أولا اعتبرت مفهوما مخالفة ثم استعملته في التخصيص أو في التقييد وهذان أمران فالذي لا يقول بحجية مفهوم المخالفة أصلا لا يعمل به خلاص؟ هذه واحدة والذي يقول بحجية مفهوم المخالفة يبنيه على مذهبه في التخصيص بالمفهوم إيش قال القرافي رحمه الله في المخصصات هناك قال وفي المفهوم نظر وإن قلنا إنه حجة لكونه أضعف من المنطوق فالتخصوص بالمفهوم ضعيف ذكره في المخصصات هناك فإذن هذا كله جعل التخصيص أو التقييد ها هنا تقييد المطلق بالمقيد مع اتحاد الحكم والسبب جعله مترددا خالف من خالف فيه لأن مبناه على الاحتجاج بمفهوم المخالفة طيب ووجه آخر لبناء هذه المسألة عليها وهو الزيادة على النص لا نكاح إلا بولي وشاهدين والثاني يقول وشاهدي عدل النص الأول يقول في كل أربعين شاة شات والثاني يقول في صدقة الغنم في سائمتها في زيادة طيب إذن هي مبنية على الزيادة على النص والزيادة على النص عند الحنفية نسخ وعند غيرهم بيان وعلى هذا الخلاف الحنفية يجعلونه نسخا ليش نسخ؟ لأنك تنسخ المطلق بالقيد الذي جاء في المقيد وحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة لا يمكن لأنه مدعاة إلى القول بالنسخ ولا يمكن النسخ في هذه الصورة فإذن هذا من الأهمية بما كان طيب في مسألة زكاة الغنم فهمت الآن أصل المسألة لو قلت لك إن المخالف فهم الحنفية السؤال هل معنى ذلك أن الحنفية يقررون وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة وغير المعلوفة؟ يعني في السائمة والمعلوفة معا الواقع أنهم فقهيا يتفق الحنفية والشافعية والحنابل على اشتراط السوم والمالكية الذين يقولون بتقييد المطلق في هذه الصورة لا يشترطون السوم هل هذا تناقب؟ يعني نقعد في الأصول قاعدة ونبني عليه فقها مخالفا الجواب لا هذا أصلهم إذا فهمته افهم أن الفرع الفقهي قد يؤثر فيه اعتبار آخر ليش؟ قيل لأنه من باب العموم للإطلاق فهذا ما أخذ عند المالكية لماذا؟ لم يجعلوه كذلك وقيل بل بعض لأن هذا من باب العموم للإطلاق وهو الأدق في المثال كما قال القرافي لما نقول في صدقة الغنم في سائمتها هذا عموم الغنم وفي الغنم في كل أربعين شاتا هذا عموم فإذا تخصيص لعموم ليس تقييد الإطلاق طيب هل هذا تخصيص؟ في كل أربعين شاتا شاه عموم بعدين قال في صدقة الغنم في سائمتها اشتقد معنى أن ذكر بعض أفراد العموم بحكمه لا يخصصه فهنا ليس تناقضا أما قال القرافي من شرط التخصيص أن يكون مناقضا لما اقتضاه العموم هذا ما ناقضه إذا جاء النص الخاص مؤكدا دلالة العام فهو ذكر بعض أفراد العام بحكم العام وهذا لا يخصصه فماذا يقول المالكية؟ يقول تجب الزكاة في السائمة بالنص في سائمة الغنم وتجب الزكاة في المعلوفة بعموم النص الآخر في كل أربعين شاتا شاتا فنعمل بالنصين معا ولم يوجب ذلك تناقضا ومهما أمكن العمل بالنصين معا فلا إشكال وهو الواجب بالعكس أنت لو قلت في كل أربعين شاتا شاتا على عمومه فجئت وقيته أو خصصته بالسوم أن تضيقت دائرة العموم وعطلت مفهومه بلا موجب فعمل المالكية بإطلاق المطلق أو بالأدق بتعميم العام وإجرائه على عمومه لأن الوارد فيه ذكر بعض أفراد العام هو لا يخصصه هذا وجه عند المالكية فقها أما أصلا فقد عرفت مذهبهم ووجه آخر قالوا لأنه من تخصيص العموم بالمفهوم هو ضعيف لأنه من تخصيص العموم بالمفهوم وهو ضعيف كما فهمت قبل قليل وقيل لأن وصف السوم المذكور في الحديث خرج مخرج الغالب لأن غالب الغنم في الحجاز كانت ترعى لأن السوم هو الرعي فذكر الحديث بما كان عليه الأمر في الغالب وأنت تعلم أن من شروط مفهوم المخالفة أن لا يكون القيد خرج مخرج الغالب يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وقال قائل طيب معنى هذا الضعف الواحد حلال في الربا لا طيب ليش قال أضعافا مضاعفة نقول خرج مخرج الغالب فما خرج مخرج الغالب لإعتبار بمفهومه قال هذا مثله في سائمة الغنم قالوا هذا خرج مخرج الغالب فلاعتبار بمفهومه فعلى كلهم فقها أعملوا إطلاق المطلق أو عموم العام كما هو ولم يجعلوه مخصصا بالقيد المذكور فيه السوم نعم والثاني لا يحمل فيه إجماعا ما الثاني؟ مختلف الحكم والسبب مختلف الحكم والسبب كما قلنا بابان مختلفان لا علاقة لأحدهما بالآخر هذا عدول أو عدالة شهود في النكاح وذاك إطلاق رقبة في الظهار نعم والثالث لا يحمل ما الثالث؟ اتحاد الحكم عتق رقبة لكن هذا سببه الظهار وذاك سببه القتل والثالث سببه كفارة اليمين ركز معي هذه الصورة كما قلت لك المتداولة المتبادرة عندما يذكر خلاف الأصوليين في حمل المطلق على المقيد والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا والحنفية عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا لأكثر الشافعية طيب هذا نسبة المذاهب وعزوها لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا قرره الباجي في إحكام الفصول وحكاه القاضي عبد الوهاب عن المالكية بعدم حمل المطلق على المقيد مذهبا للمالكية إذن تحرير رقبة من قبل أن يتماس في كفارة الظهار تحرير رقبة في كفارة اليمين كما هي مطلقة تقول لي طيب قيد الإيمان قل لك في كفارة القتل ما قيده القرآن نقيده وما أطلقه نتركه مطلقا خلاص قلت لبس السبب واحد قل لك نعم لكن اختلاف الأسباب يوجب اختلاف الأحكام فطالما اختلف السبب يقول لك يا أخي ولله حكمة أليس قد يكون من مراد الله تغليظ الكفارة في القتل باشتراط أن تكون مؤمنة وتخفيفها في الظهار واليمين هذه حكمة معقولة فإذا نترك النص المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده ولا نحمل المطلق على المقيد قال عند أكثر أصحابنا والحنفية فالمالكية يحكون هذا حكاه القاضي عبد الوهاب والقرافي يذكره هنا عند أكثر أصحابنا وذكره الباجي أيضا قال والحنفية وهذا مذهبهم المقرر فإنهم يتركون المطلق على إطلاقه وقلت لك لأن مرد حمل المطلق على المقيد في صوره المختلفة هو القول بمفهوم المخالفة والحنفية لا يعتبرونه فهم أصل من يخالف الجمهور في هذا الباب فهذه الصورة عندهم أيضا لا يعملون فيها بحمل المطلق على المقيد ليس فقط الحنفية وأكثر المالكية بل أومأ إليه الإمام أحمد في رواية أبي الحارش بعدم حمل المطلق على المقيد في تحرير الرقبة وكذلك يذكر لبعض الشافعية أيضا وهم ممن لا يقول بمفهوم المخالفة موفاقا للحنفية نعم قال رحمه الله خلافا لأكثر الشافعية أكثر الشافعية على ماذا؟ عدى حمل المطلق على المقيد وبعض المالكية أيضا كالتلمساني الشريف بعبد الله في مفتاح الوصول فإنه أيضا قرر حمل المطلق على المقيد في الصورة وهذا المشهور عن مذهب الشافعية والحنابلة حمل المطلق على المقيد حمل المطلق على المقيد في صورة اتحاد الحكم واختلاف السبب فالشافعية والحنابلة ومن وافقهم من بعض المالكية يقولون بحمل المطلق على المقيد لما؟ لهم في هذا مأخذان منهم من يقول لغة كيف يعني لغة؟ يقول اللفظ دل عليه كيف؟ يقول ما أطلقه القرآن في موضع وقيده في موضع نجعله كالسياق الواحد لأن القرآن في جمله وآياته كالجملة الواحدة المتكلم واحد سبحانه والشرع حكيم والكفارة واحدة الحكم واحد لكنه يكل إلى الأفهام ما قرره في موضع آخر بحمله عليه لسبق إعلامه فيرد المطلق فيه إلى المقيد ومنهم من يقول ليس لغة بل هو قياس فهذان مأخذان عند القائلين بحمل المطلق على المقيد الشافعية والحنابلة ومن وفقهم إما أن تقول هو لغة فلا يحتاج إلى إثباته بدليل ومنهم من يقول بل هو قياس يعني نظروا إلى أن هذا مثل هذا قياس كفار على كفار وهذه رقبة وتلك رقبة فوحدوا الحكمة فقالوا كما قيد هنا بالإيمان يقيد هناك بالإيمان وهذا الأظهر عند القائلين بحمل المطلق على المقيد أن المأخذ فيه قياسي لا لغوي والرابع فيه خلاف والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا لأكثر الشافعية لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام فيقتضي أحدهما التقييد والآخر الإطلاق هذا مذهب المالكية والحنفية لماذا ترك المطلق على إطلاقه والمقيد قال لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام يعني نحن نقول الصورة ما هي اتحاد الحكم قال لأك انتبه اتحاد الحكم هذا فيما يبدو لك عتق رقبة عتق رقبة لكن الحقيقة هما مختلفان هذا عتق رقبة مؤمنة وهذا عتق رقبة مؤمنة أو كافرة فليس حكما واحدا لأن اختلاف السبب يؤدي إلى اختلاف الأحكام هذا الدليل كما يقولون أعم من المدلول لأن اختلاف الحكم يشمل هذه الصورة والصورة التي قبلها اختلاف الحكم والسبب معا قال فيقتضي أحدهما التقييد والآخر الإطلاق إذن نبقي كل منهما على حاله فيترك المقيد مقيدا والمطلق مطلقا وقد عرفت أن ما أخذ الجمهور هو إما أنه بمقتضى اللغة كما يقوله بعض الشافعية والمالكية أو بالقياس وهو مشهور الشافعي وأكثر أصحابه وجمعنا المالكية والحنابلة والرابع فيه خلاف ما الرابع؟ مختلف الحكم متحد السبب كما ضربنا مثالا بكفارة الظهار تحرير رقبة من قبل أن يتماسى صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى إطعام ستين مسكينا مطلقا لم يقيد بكونه قبل المسيس فهل يقيد أيضا الإطعام بما قيد به الصيام والعتق فيكون مقيدا بكونه قبل المسيس؟ كذلك في كفارة يمين من أوسط ما تطعمون أهليكم ثم قال أو كسوتهم فهل مقيد الكسوبة أن تكون من أوسط ما يشتريه الرجل كسوة لأهله؟ هذا قال فيه خلاف لم يتطرق له المصنف رحمه الله بتفصيل كما فعل في الصورة الثالثة وهي كالتي قبلها كما صرح بذلك الباجي وابن السبكي وأكثر الشافعية في الصورة الرابعة على حمل المطلق على المقيد أيضا فإذا جاء هناك في كفارة الظهار قال فصيام شهرين متتابعين كذلك يقول فإطعام ستين مسكينا أيضا من قبل أن يتماسى وإذا جاء في كفارة اليمين قال هناك أيضا أو كسوتهم من أوسط ما يغسر رجل أهله فيقيد ذلك أيضا به فهذا كالذي قبله كما يذكره غير واحد طيب ها هنا أمران أو فائدتان إحداهما لما قلنا متحد الحكم مختلف السبب كالعتق مقيد في القتل مطلق في الظهار ما مذهب المالكية؟ عدم حمل المطلق على المقيد كما هو عليه أيضا عامة الحنفية لكنهم في المذهب يشترطون الإيمان في كفارة الظهار واليمين كيف؟ يشترطون الإيمان في كفارة الظهار واليمين طيب نحن قبل قليل نقول هذه الصورة عند أكثر أصحابنا يقول القرافي وينسبه القاضي عبداللهب المالكي لا يحملون المطلق على المقيد إذن هذا أصلهم وخالفوا الفرع هذا في الكفارة قياسا على كفارة القتل فعملوا بالقياس وليس من باب الإطلاق والتقييد أردت فقط التنبه لأنه مرضت معنا الصورة الأولى اتفاق الحكم والسبب وتكلمنا عن مسألة السوم وعرفت أن المالكية وإن قالوا بحمل المطلق على المقيد لكن هناك يلغونه ويجعلونه واجبا في كل أصناف الغنم وهنا أيضا لا يحملون المطلق على المقيد لكنهم عمليا جعلوا الرقبة مقيدة بوصف الإيمان فعرفت هناك أن ما أخذهم أنه ذكر بعض أفراد العام وهو لا يخصصه فأجروه وهنا حملوه على القياس لأنها في باب الكفارات وهي زواجر وتحمل كلها على محمل واحد للتنبه إلى أن هذا ليس تناقضا عندهم هذا مثال ضرب وليست المسألة وحدها لكنه من باب التباين فيه لتعرف الأصل والفرع الذي بني عليه وعدم الاضطراب بينهما إذا فهمت هذه المسألة فها هنا أيضا من المسائل الفقهية عند الفقهاء مسألة إحباط عمل المرتد بالردة في قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله متى يحبط عمل المرتد؟ إذا كفر بالله ولقد أحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين هذا بأطلاق قيد في الآية الأخرى في سورة البقرة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قيدها بالموت فقال مالك رحمه الله يحبط العمل بمجرد الردة وقال الشافعي رحمه الله يحبط العمل بالوفاة على الكفر حملة المطلق على المقيد ثمرة الخلاف قالوا المرتد بعدما حج حجة الفريضة إذا عاد للإسلام هل يعيد الحج خرجها على الخلاف عند الشافعي لا يعيد لأنه لم يحبط عمله حيث لم يمت وعند مالك يعيد الحج لأنه حبط عمله بمجرد الردة قال الشافعي لا يعيد لأن حبطه متوقف على وفاته كافرا القراف رحمه الله في الفروق في الفرق الحادي والثلاثين قال هذا ليس من باب حمل المطلق على المقيد وإنما هو من باب ترتيب مشروطين على شرطين وهي فائدة النفيسة قال أما المشروطان فحبوط العمل والخلود في النار وأما الشرطان فهم الردة والوفاة عليها فالحبوط للردة والخلود للوفاة عليها يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ذكر شيئا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومثل ما يقول بعض الفقاه في مسألة إسبال الإزار قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار مطلقة في الحديث الآخر من جر زاره خيالا لم ينظر الله إليه وما القيامة وله عذاب أليم فقال إذن لا يتناول الوعيد إلا من أسبل خيالا تكبرا فأما من أسبل في غير تكبر فإنه لا يناوله الوعيد حملا للمطلق عن المقيد فقيل في الجواب أيضا بالجواب ذاته هذا من اختلاف القيد واختلاف الحكم ذكر هناك في النار ذكر عقوبة النار هناك ذكر عقوبة أخرى لا يكلمه الله عز وجل ولا يزكيه ولهم عذاب أليم فاختلف الحكم فعندئذ لا نحمل المطلق عن المقيد لاختلاف الحكم الوالد فيه وقد عرفت أو علمت ما يتعلق بهما والرابع فيه خلاف فإن قيد بقيدين مختلفين فإن قيد هذه مسألة أخرى لا علاقة له بصور الإطلاق والتقييد فإن قيد بقيدين مختلفين في موضعين حمل على الأقيس عند الإمام ويبقى على إطلاقه عند الحنفية ومتقدم الشافعية هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب المطلق والمقيد تقدم فيما سبق الحديث عن حمل المطلق على المقيد إذا كان المطلق مقيدا بقيد واحد لكن مسألتنا هنا إذا وجدنا المطلق في نص ثم وجدنا القيد موجودا في نصين مختلفين بقيدين مختلفين السؤال أنت ستحمل المطلق على المقيد ماشي لكن على أي القيدين ستحمله لأنه متردد بين نصين مقيدين بقيدين مختلفين مثال وثالثالي الصيام الصيام في الكفارات جاء مقيدا بالتتابع في كفارة القتل والظهار فصيام شهرين متتابعين قيد بالتتابع وجاء مقيدا بقيد آخر وهو التفرق في بدل هدي التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم هذا قيد بالتتابع ذاك قيد بالتفرق طيب وجدنا الصيام في كفارة اليمين مطلقا في القراءة في القراءة المتواترة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ما قال متتابع ولا قال متفرق طيب سأحمل المطلق على المقيد تطبيقا للقاعد وجدت قيدين فماذا أفعل؟ قال فإن قيد المطلق بقيدين مختلفين في موضعين فعندنا مذهبان أو طريقتان المذهب الأول حمل على الأقيس عند الإمام من؟ الرانسي لش أن يحمل على الأقيس؟ على الأظهر قياسا أو الأقوى علة أو الأقرب شبها الأقيس هذا يا إخوة عند من يقول هناك إن حمل المطلق على المقيد هو من باب القياس سيعمل أصله هنا ويقول هو الأقيس ومن قال هناك بأن الحمل المطلق على المقيد لغة لا يحمله على أحد القيدين قياسا ماذا يفعل؟ المذهب الثاني ويبقى على إطلاقه عند الحنفية ومتقدم الشافعية طيب إيش نسوي؟ لا يصح قياس الصيام لا على كفارة الظهار ولا على كفارة ولا على هدي التمتع ليش؟ قال لا نقيس على الظهار لأنه معصية يناسبها تغليظ الكفارة كالقتل لكن الحنف لا يبلغ درجة الظهار الذي قال الله منكرا من القول وزورا ولا يبلغ درجة القتل التي هي من الكبائر ما يبلغ فلذلك ليس له وجه بقياسه به ولا يمكن قياسه على بدل هدي التمتع لأنه في الحج عبادة وهذا كفارة فلا قياس مع اختلاف الأبواب ومثال آخر إذا ولغ الكلب في إناء أحد يكون فليقسله سبعا إحداهن بالتراب وتعرفون الروايات في هذا الحديث المقيد في رواية أولاهن وفي رواية أخراهن قال الحنفية والشافعية نعمل بالأطلاق إحداهن بالتراب فلم يعملوا لا بقيدي الأولى ولا بقيدي الأخرى الحنفية على أصلهم في إيش؟ في عدم حمل المطلق على المقيد عندهم والشافعية ليش؟ لهذه القاعدة لتعارض القيدين المختلفين أما المالكية فقالوا أصلا الغسل مندوب لأن الكلب عندهم ليس نجسا قالوا إن غسل فإحداهن بالتراب أيضا على إطلاقه ومن المحدثين من كل المذاهب من يقول عدم حمل الإطلاق في غسل أو في تعفير الغسلة السابعة في نجاسة الكلب نظرا لتعارض الروايات واختلافها أولاهن أخراهن فكان هذا التعارض موجبا لعدم النظر إلى إحداهما على حساب أخرى فأبقوا الأمر على إطلاقه إذا فهمتم هذا رعاكم الله سننتقل إلى المسألة المهمة قبل الدخول في الباب التالي وهي صور المطلق والمقيد التي مر ذكرها في أول المجلس المصنف رحمه الله تعالى جعلها صورا أربعة كما فهمتم وهي تتعلق بالحال الإطلاق والتقييد واتحادهما واختلافهما سببا وحكما وأنا الآن أسرد عليك إجمالا فيما يتعلق بهذه الصور التي يذكرها الأصوليون في حمل المطلق على المقيد من أجل بيان ما يتعلق بها ووصولا إلى استشعار واستحضار الصور بمجملها فإنهم رحمة الله عليهم يجعلون التقسيم متعلقا بما له دلالة في أثر القيد الذي يرد على الإطلاق ومجمل ذلك الصور الأربعة التي تقدمت قبل قليل وهي اتفاق الحكم والسبب اختلاف الحكم والسبب اختلاف أحدهما دون الآخر والذي ورد فيه التقسيم هو الصورة الأولى أن يتحد في السبب الحكم وأنا حريص على بيان التقسيم الذي فيها لأن فيه تحريرا لما أجمله المصنف لما قال يحمل فيه المطلق على المقيد على الخلاف في دلالة المفهوم وهو حجة عند مالك فيفهم من كلامه رحمه الله أن المالكية والشافعية والحنابلة لأنهم يقولون بمفهوم مخالفة يقولون مطلقا هنا بحمل المطلق على المقيد وأن الحنفية دوما لا يقولون به لكن لهم تفصيلا يناسب ذكره الآن في بيان هذه الصور المطلق والمقيد إذا اتحدى في السبب والحكم فإما أن يتحدى في السبب والحكم ويتعلق الإطلاق والتقييد بالسبب والصورة الثانية أن يتعلق الإطلاق والتقييد بالحكم ويكون النصان مثبتين والرابع الثالثة أن يتعلق الإطلاق والتقييد بالحكم ويكون النصان منفيين والصورة الرابعة أن يكون أحد النصين أمرا والآخر خبرا فاختلفت الصور الأربع وبناء عليها هذا هو إجمالها الصورة الأولى أن يكون الإطلاق والتقييد في السبب لا في الحكم وهي صورة ما يذكرها الأصوليون عادة وفيها ذكر لمذهب الحنفية فيها ستفهم وجهه بعد قليل مثال ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه ما في الصحيحين قوله رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعيق قال فعدل به الناس نصف صاع من بر هذا الحديث مطلق ثم في حديثه الآخر أيضا في الصحيحين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وهذا الفرق قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أن الصان اتحدى في الحكم وهو وجوب زكاة الفطر واتحد في السبب وهو وجود من يمونه المزكي يعني من يتكفل بمؤنته وينفق عليه لكن هذا السبب الإطلاق والتقيد توارد عليه فجاء في النص المطلق الصغير والكبير والذكر والحذو الأنثى والحر والعبد وفي الثاني جاء مقيدا بكونه من المسلمين فلو كان يمون عبدا كافرا أو جارية كافرا فليخرج زكاتها على النص المقيد لا جمهور الأصوريين وبعض الحنفية موافق لهم يرون حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة نظرا لاتحادهما سببا وحكما جمعا بين النصين ودفعا للتعارض بينهما وفي المثل المذكور ماذا نفعل؟ تجب زكاة الفطر على من يمونه المزكي من المسلمين فقط فأما إن كان كافرا فلا ليش؟ حملا للمطلق على المقيد وخالف بذلك عامة الحنفية ولم يقيد المطلق هنا مع أنهم يقولون بحمل المطلق على المقيد إن اتحدى سببا وحكما في الصورة الآتية بعد قليل ليس هذا اضطرابا عندهم لكن قالوا هنا توارد الإطلاق والتقييد على السبب ولا مزاحمة في الأسباب أي لا تعارض يقع باختلاف الأسباب لجواز أن يثبت الحكم بأكثر من سبب يقول ألا ترى أن الملك يقع بسبب البيع ويقع بسبب الهبا ويقع بسبب الإرث وله أسباب فلا مزاحمة في الأسباب فإذا من الأسباب وجوب الزكاة إذا كان من يمونه مسلما ووجوب الزكاة إذا كان من يمونه أيضا غير مسلم فيعمل بالنصين معا بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده فتجب زكاة الفطر على من يمونه المزكي من المسلمين بالنص المطلق والمقيد وعلى من يمونه من الكفار بالنص المطلق فقط هذه الصورة الأولى الثاني أن يتحدى في السبب والحكم ويتعلق الإطلاق والتقييد بالحكم وهذا له وجهان وصورتان الصورة الأولى أن يكون النصان مثبتين وهو مثل حديث سائمة الغنم أمر معك مثاله وهذا محل اتفاق بين الأصوليين في حمل المطلق على المقيد لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مطلقا مقيدا معا للتنافي فلابد أن يجعل أحدهما أصلا ويبنى الآخر عليه حتى الحنفية؟ الجواب نعم حتى الحنفية وقد نقل الاتفاق هنا عدد من الأصوليين وأبو حنيفة رحم الله يقرر الموافقة في هذا كما قرره السرخسي والبخاري وابن الهمام وعدد من الحنفية في كتبهم وهذا ما لا تجده في كتب المذاهب الأخرى في تحرير نسبة مذهب الحنفية في حمل المطلق على المقيد إذن لما يقرر ابن قدام رحمه الله والطوفي تبعا له أن الحنفية لا يقول بحمل المطلق على المقيد في صورة اتحاد السبب والحكم مطلقا وإن سبون هذا بأحنيفة فهو غير دقيق وإن خرجوه على عدم احتجاجه بمفهوم المخالفة كما صنع المصنف هنا وإن لم يسمي الحنفية لكن لما بنى المسألة على حجية مفهوم المخالفة أفهم أن من لا يحتج به لا يقول ومثاله لا نكاح إلا بوليين وشاهدين أو شاهدين عدلين الصورة الثالثة أن يتحدى في السبب الحكم ويتوارد الإطلاق والتقييد على الحكم ويكون النصاني منفيين والمقصود بالنفي هنا غير المثبت سواء كان نفيا أو نهيا مثال لو قال لا تعتق مكاتبا عبدا مكاتبا ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا يعني هو مثل الأول لكن الصيغة منفية فالفرق هنا نقل للآمدي وابن الحاجب وعدد النصوني الاتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد قالوا لأن هذا دخل في صيغة عموم لأنه نكرة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم فليست من باب الإطلاق والتقييد بل هي من باب التأكيد لا تعتق مكاتبا يعني أي كان ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا فهو من باب تخصيص ذاك وليس من باب الإطلاق والتقييد ومن لا يحتج بالمفهوم أيضا لم يحملوا هنا والاتفاق المحكي غير متحقق لوجود خلاف فيه مبني على الحجية في مفهوم المخالفة الصورة الأخيرة أن يتحدى في السبب والحكم ويطعلق الإطلاق والتقييد بالحكم لكن يكون أحد النصين أمرا والآخر نهيا مثال قال أعتق رقبا أمر ثم قال لا تعتق رقبا كافرا أعتق رقبا إيش يقتضي المؤمنة والكافرا ثم قال لا تعتق رقبا كافرا فإنه أيضا أخرج الكافرا طيب لو قال العكس أعتق رقبا مؤمنة ثم قال لا تعتق رقبا المهم أن أحدهما أمر والثاني نهي واختلف في الإطلاق والتقييد هذه الصورة يقيد فيها المطلق بصفة مقيد ولم يتعرض لهذه الصورة إلا ابن السبكي في الجمع وابن النجار في مختصره ولم يذكر فيه خلافا وينبغي أن يتخرج فيها خلاف على الاحتجاج بمفهوم المخالفة كالصورة التي قبلها فتفصيل هذه الصور مهم لتدرك تحديدا خلاف الحنفية في المسألة كما تقدم الله أعلم أحسن الله عليكم الباب الحادي عشر في دليل الخطاب ما دليل الخطاب مفهوم المخالفة أيضا سيقتصل المصنف رحم الله هنا على مسألتين فقط وهو الخلاف بعض أنواع المفاهيم في الجملة خذها موجزة مذاهب الأصوليين في الاحتجاج بمفهوم المخالفة مذهبان في الجملة وثالث قريب منهما ثم ثلاثة أخرى تفصيلية المذهب الأول مذهب الجمهور مفهوم المخالفة حجة بأنواعه إلا مفهوم اللقب هذا عند الجمهور عدل حنفية فالمالكية والشافعية والحنابل في الجملة يحتجون بمفهوم المخالفة بأنواعه إلا أن يكون مفهوم لقب كما سأتي بعد قليل يقول ابن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن المفهوم أصل من أصولنا يعني المالكية المذهب الثاني أن مفهوم المخالفة بكل أنواعه حجة حتى مفهوم اللقب وهذا بعض أفراد من الأصوليين من مختلف المذاهب قال به وينسب في عامة كتب الأصول إلى الدقاق والصيرفي من الشافعية وابن خويز من داد من المالكية وبعض الحنابلة فهؤلاء زادوا على مذهب الجمهور مفهوم اللقب المذهب الثالث مذهب الحنفية مفهوم المخالفة بجميع أنواعه ليس حجة جمهور الحنفية والمعتزلة والظاهرية ونصره بن حزم ووافقهم بعض فقهاء المذاهب كالقاضي أبي بكر الباقلاني من المالكية والغزالي وابن سريج والآمدي من الشافعية فإنهم لا يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة وهذا مما تفرد به الغزالي والآمدي عن مذهب الشافعية والتقرير هذا في كتبهم مبسوط فهذه الثلاث المذاهب هي الأساس وهناك مذاهب تفصيلية بعضها لم ينسب لأحد مثل المذهب الرابع أن مفهوم المخالفة حجة في الأمر لا في الخبر لما يقول رأيت رطبا جنيا جنيا هنا لا مفهوم له لأنه خبر لكن لو قال اشتري رطبا جنيا فلهذا الوصف مفهوم مخالفة المذهب الخامس قرره ابن السبكي وصرح به ولا أظنه ينبغي أن يكون فيه خلاف بل هو كالتحرير لمحل النزاع يقول مفهوم المخالفة حجة في كلام الشرع لا في كلام البشر قال لأن كلام الشرع متضمن للحكمة والعلم ببواطن الأمور يعني يقصد فيه اللفظ ومفهومه الموافق والمخالف لحكمة الشارع دون كلام الآدميين المذهب السادس قرره إمام الحرمين قال إن مفهوم المخالفة حجة إذا كان الوصف مناسبا كالسوم في الغنم ولا يكون حجة إذا كان الوصف غير مناسب وهو أيضا كالتحرير يعني ليس كل وصف يكون له مفهوم مخالفة بل ما كان ملائما للحكم أن يكون له مفهوم مخالفة المذهب السابع والأخير أن أضيق من مذهب الجمهور قليلا ولم يسمى صاحبه أن مفهوم المخالفة حجة إلا مفهوم اللقب ومفهوم العدد أيضا ليس له حجة نعم قال وهو وهو مفهوم المخالفة وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة قال إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه هذا مفهوم المخالفة إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه في صدقة الغنم في سائمتها الزكاة طيب مفهوم المخالفة للمسكوت عنه المعلوفة أعطه نقيض الحكم المنطوق وجوب الزكاة إذن عدم وجوب الزكاة في المعلوفة نعم وهو حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي عدا عدا لا وهو حج عدا عدا مفهوم اللقب يعني الميقصد وهو حج مفهوم المخالفة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي بل والحنابلة أيضا عدا مفهوم اللقب أما الأفراد فقد تقدم ذكرهم فإذا هذا في الجملة الاحتجاج بمفهوم المخالفة عند الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة وخالف فيه الحنفية وبعض فقهاء المذاهب إلا مفهوم اللقب نعم وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة خالفوا فماذا قالوا منعوا الاحتجاج خالف القاضي أبو بكر والباجي كذلك لأن أبو الوليد الباجي من جملة من لم يحتج بمفهوم المخالفة قال القاضي أبو بكر والباجي وأكثر المعتزل كالقاضي عبدالجبار واختاره الآمد أيضا بناء على ترجيحه عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة خالفوا في مفهوم الشرط يعني مثلا قوله تعالى وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَلَاشِ هَذِي وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ في نفقة المرأة المطلقة إن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ طيب إذا ما كانت حامل هذا مفهوم مخالفة النص قيد بالشرط نفقتها إن كانت حاملا وبمفهوم مخالفة إن لم تكن حاملة فلا نفقة طيب الذي لا يحتاج من مفهوم الشرط يش يقول لن يقول به يقول الآية لا تدل عليه الآية لا تدل طيب ليش قالوا ما يدل مفهوم الشرط قالوا وجدنا بعض الآيات في القرآن فيها مفهوم شرط لا حجة فيه قال وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا طيب وإذا كانت الإماء لا تريد التحصن وهي بغي نكرهها على البغاء قال لأن الله قال إن أردنا تحصنا فمفهوم مخالفة إن لم يردنا تحصنا فأكرهوهن على البغاء قال وجدنا هذا في كتاب الله أجاب الجمهور أن هذا خرج مخرج الغالب واتفقنا على أن القيد في النص الذي نعمل بمفهوم المخالفة فيه إنما يكون إذا لم يكن له غرض من ذكره وإلا فإن له مفهوم المخالفة نعم وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط فإنه متفق عليه بل معناه أن هذا الانتفاء ليس مدلولا لللفظ وإن كن أولاة حمل المخالفون كالقاضي أبي بكر والباجي والآمذي وغيرهم ما يقولون إنه تجب النفق حتى على غير الحامل لا ما يخالفون في هذا قال ليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط المشروط إجاب النفق الشرط إن كن أولاة حمل طيب ماهي حامل إذا انتفى الشرط انتفى المشروط قال هم لا يخالفون في هذا فإنه متفق عليه طيب أين الخلاف قال بل معناه أن هذا الانتفاء ليس مدلولا لللفظ يعني وإن كن أولاة حمل ما يتكلم على غير الحوامل فقط هذا الخلاف إذن هذا خلاف حقيقي أو لفظي بهذا التقرير هو لفظي لأن النزاع سيكون في مستند انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه هل هو الاستصحاب خاصة استصحاب الحكم يعني أولئك الذين لا يقلون بمفهوم الشرط والآية قالت وإن كن أولاة حملي فأنفقوا طيب إذا ما كانت حامل قال خلاص الآية ما تكلمت عنه طيب أفتني قل نجعل الاستصحاب البراع الأصل لا تجيب عليه النفقة أدين الحكم واحدا وصلنا إلى نتيجة واحدة لكن نحن نقول دلالته من الآية انتفاء الشرط المشروط بانتفاء الشرط فكانت الدلالة لغوية من الآية وأولئك قالوا لا هو لفظ الاستصحاب وحده خاصة نعم وخالف في مفهوم الصفة أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة ووافقنا الشافعي والأشعري هذه الصورة التي مفهوم الصفة مثل سائمة الغنم والصفة عند الأصوليين في المخصصات وفي التقييد وهنا في المفاهيم أعم من النعت عند النحويين كما مبهنا عليه مرارا فإن كل وصف زائد على الحقيقة يعتبر صفة ويدخل في ذلك الصفة والنعت والبدل والغاية أحيانا كل ذلك داخل فيهم لأنه في مفهوم الصفة قال خالف في مفهوم الصفة أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة قال ووافقنا يعني على الاحتجاج بمفهوم الصفة الشافعي والأشعري وأحمد كذلك فإنه مذهب الجمهور قوله رحمه الله تعالى في ذكر الشرط والصفة وسيذكر اللقب بعد قليل وحصر الكلام في ثلاثة مفاهيم من العشرة وهي مفهوم شرط ومفهوم حصر ومفهوم زمان ومكان وغاية وعدد وعلة ولقب واستثناء وصفة كل تلك مفاهيم مخالفة لكنه تكلم هنا على هذه الثلاثة لأنها ربما كانت من أكثر ما اشتد فيها الخلاف فعندئذ نحن سنقول هذه الثلاثة التي تطرق لها المصنف أراد إظهار مخالفة من خالف فيها لا غير نعم وحكى الإمام أن مفهوم اللقب لم يقل به إلا الدقاق وهذا مشهور في عامة كتب الأصول إذا قيل مفهوم اللقب المقصود باللقب تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات فاللقب هو العلم وربما ألحق به أسماء الأجناس يعني مثلاً في سائمة الغنم الغنم زكاة فمفهوم اللقب يعني إن لم يكن غنماً فلا زكاة فينظر إلى مفهوم اللقب وهو اسم العلم أو أسماء الذوات يقول في الأصناف الربوية الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر والتمر والشعير والملح قال مفهوم اللقب ألا يجري ربا في غير هذه الستة لأنه حصرها فمفهوم اللقب معناه إثبات نقيض الحكم المذكور للمسكوت عنه طيب نقيضه لأي شيء قال لما لم ينطبق عليه المفهوم مفهوم اللقب هو هذا النظر إلى أسماء الذوات وهو العلم وأسماء الأجناس فلا أحد يحتج مفهوم المخالفة لأنه ضعيف إلا من سمينا لك الدقاء والصيرف من الشافعية وابن خويز من داد من المالكية وبعض الحنابلة لنا أن التخصيص لو لم يقتضي سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح وهو محال هذا لنا يعني في جملة الاحتجاج بعموم أنواع مفهوم المخالفة مبنى الاحتجاج بمفهوم المخالفة عند الجمهور أن الوصف المذكور الذي استفدنا منه أو من نقيضه حكم المسكوت عنه ما ورد في النص إلا لحكمة والحكمة هي أن نفهم اختصاص المذكور بالحكم متعلقا بهذا الوصف ففهمنا أن المسكوت لأنه لم يناسبه الوصف لا يأخذ حكمه بل يأخذ نقيضه قال أن التخصيص لو لم يقتضي سلب الحكم عن المسكوت لا لزم الترجيح من غير مرجح وهو محال قالوا لأن الصفة مشعرة بالعلة والعلة تستلزم المعلولة فإذا يلزم من عدمها عدم العلة لكن أجيب عن ذلك أن السكوت يعني نفات مفهوم المخالفة هم الحنفية في الجملة وما رجحه الغزاني والآمدي والباجي كذلك يقولون لسه بالضرورة أن يكون سكوت الشرع عن المسكوت عنه في الحكم هو لإعطائه نقيض حكم المذكور بل قد يكون ذلك لتقدم بيان حكمه قبل ذلك وقد يكون ذلك لأن المذكور في النص هو الحاضر عند ورود النص فنص عليه وبالتالي لا يكون سكوت المسكوت عنه مقصودا بإعطائه نقيضة الحكم المذكور وقد يكون لأجل أن ينص على المسكوت عنه لاحقا نصا خاصا أو ليترك الباب للمجدهد ليظفر بثواب الاجتهاد في التسوية بين الصورتين بالقياس كما في الربا قالوا إذن ليس بالضرورة أن يكون المسكوت عنه ينال نقيض حكم المنصوص اختلفوا في مفهوم الغاية أيضا ولم يذكره المصنف فمن قال بمفهوم الصفة قال به والباجي على طريقة قال ليس حجة واختاره كذلك الآمد وتردد فيه إمام الحرمين مثل حديث من مس ذكره فليتوضأ هل يسقط عن المرأة بمس فرجها الحديث نص على مست الذكر كيف أفهمه هذا مفهوم لقب قال لأن الذكر هنا اسم جنس فإذا أردت مفهوم المخالفة سأقول فالمرأة إذا مست فرجها لا ينتقض وضوءها تعطي المسكوت عنه نقيض حكم المذكور لكن إلا أنه مفهوم لقب فهو ضعيف وليس حجة عند الجمهور وكذلك مثلا التيمم بالحجر قال لأن الحديث قال وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا قال نص على التراب إذن دل على أن الحجارة ليست مما يجوز التيمم به هذا مفهوم لقب لأنه أخذ مفهوم التراب والتراب اسم ذات وقلنا الأعلام وأسماء الذوات وأسماء الأجناس هي مفهوم اللقب فمن قال إن الحجر لا يمكن التيمم به أخذا من الحديث إنه عمل بمفهوم اللقب وهو ضعيف كما سمعته مثل الأصناف الربوية أيضا فرعان الأول أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعة فرعان يعني مسألتان مما زادها القرافي وعلى المحصول فهذه ليست في أصل الكتاب قال الأول مفهوم متى خرج مخرج الغالب وقد مضى ذكره قبل قليل فليس بحجة إجماعا نعم نحو قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فين القيد خشية إملاق ما مفهوم المخالفة لذا ما خشيتم الفقرة فيجوز قتلهم ولذلك يرد على الشافعية فميش يعني إنه خرج مخرج الغالب أن غالب ما كانت تفعله العرب من قتل الأولاد كان خشية الإملاق ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة أنه خرج مخرج الغالب فإن غالب أغنام الحجاز وغيرها السوم إيش مذهب المالكي في الزكاة في زكاة الغنم وجوب الزكاة في المعلوفة والسائمة طيب كيف يفعلوه بحديث في سائمة الغنم وفي الحديث الآخر قال في كل أربعين شاة شاة ليش مقيدوا أو خصصوا العموم قالوا لا قلنا هناك أكثر من جواب منه أنه قال ذاك هو من باب العموم والخصوص وذكر بعض أفراد العام لا يخصصوا هذا جواب وجواب الثاني هذا أن القيد في ذكر السائمة لا مفهوم له ليش؟ نخرج مخرج الغالب قال ولذلك يرد على الشافعية ليس الشافعية فقط بل الجمهور شافعية وحنفية وحنابلة كلهم يشترطون السومة قال المالكي يرد عليهم لأننا نقول إن هذا القيد خرج مخرج الغالبين وهذا من الأهمية بمكان الآن يقول القراف يرد على الشافعية طيب إيش يقول الجمهور حنفية وشافعية وحنابلة يقولوا لا هذا القيد مقصود وليس مما خرج مخرج الغالب هنا يأتيك التفاوت ثم تنصوص اتفقوا على أن القيد فيها خرج مخرج الغالب مثل لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا فلو أكل ضعفا أو نصف ضعف وقع في الحرام هناك قيود اختلفوا فيها مثل هذا مثل وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن الكافة يقول خرج مخرج الغالب لكن من أهل العلم وهم أفراد بعض السلف يقول ويحكى عن ابن مسعود يقول إن الكبيرة للربيبة إذا كانت كبيرة لم تدخل في التحريب حل نكاحها يقصد كبيرة أنها لا تتربى عند زوج أمها وهذا أيضا يعني حتى يقول الذهبي حكينا هذا لشيخ الإسلام يتمي فتعجب منه ولم يدري له جوابا يعني قالوا هذا ما خرج مخرج هذا قيد مخصوص فإذا لم نقل به فإننا عطلنا مفهوم المخالفة ومثل قوله تعالى في كفارة الصيد فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل فإن الجمهور يقولون هذا القيد خرج مخرج الغالب فلذلك تجب الكفارة سواء قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ تجب الكفارة ويقول الشيخ الإسلام هذا القيد معمول به فيأتي الاختلاف في القيد هل هو مما خرج مخرج الغالب أو هو مما هو مقصود لذاته وهنا المخالف أم الحنفية يذكرون هذا إيرادا على الجمهور يقول أنتم مبنى احتجاجكم بمفهوم المخالفة هو النظر إلى القيد فإن كان مقصودا لذاته أعملتم مفهوم المخالفة وإن خرج مخرج الغالب لم تعملوه ثم يقول لجمهورها أنتم ذا لم تضبطوا هذا المعيار فمنكم من يقول في هذا النص مقصود والثاني يقول غير مقصود وتتفاوتون في النصوص فالأسلم أن نبقي النصوص على ظاهرها ويشتد الظاهرية أيضا في هذا جدا وهو أيضا حجة من نصره الغزالي والآمدي في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة وأمثلته كثيرة مثلا في تحكيم الزوجين الحكمين في شقاق الزوجين قال الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها عفوا قال هناك في الطلق فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في الخلع فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني يجوز الخلع فقط في حال الشقاق فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله أو في غير الشقاق أيضا يجوز الخلع يجوز فإذا هذا القيد مما خرج مخرج الغالب ومنه أيضا الحديث الحديث الصحيح أيوم مرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل طب هل يبطل نكاحها إذا نكحت بنفسها وبإذن وليها لكن هو يعني ما كان موجودا لكن أذن لها فنكحت بنفسها يصح عند الجمهور لا ما يصح ولو أذن وليها المطلوب أن يكون وليا يلي العقدة لا أن يأذن لها في أن تزوج نفسها وهذا أمثلته كثير جدا في هذا الباب فقط هنا تنبيه قول لأن المفهوم متى خرج مخرج الغالب ليس بحجة مبنى ذلك أن الصفة الغالبة يعني ليش يقولون وربائبكم التي في حجوركم لا تأكلوا الربا أبعافا مضاعفا ليش يعني خرج مخرج غالب يقولون الصفة الغالبة على الحقيقة الغالب على الربا أن يكون أبعافا الغالب على الربيب أن تتربى في حجر زوجها وأمثلته الغالب الصفة الغالبة على الحقيقة تكون لازمة للحقيقة أبدا بسبب الغالبة فمتى تكلم المتكلم بها حضرت معها تلك الصفة فإذن تكلم بها هل يقصد مفهومها المخالف أو تكلم بها لحضورها في الذهن قال لحضورها في الذهن فهذا فلسفة عدم العمل بمفهوم المخالفة إذا خرج مخرج الغالب لا للتعليق الحكم بها وبالدقيق العيد رحمه الله عكس المسألة قال بالعكس ينبغي أن تكون الصفة الغائبة الغائبة هي التي تحمل هذا المعنى وليست الغالبة فإن القيد إذا ذكر يذكر مقصودا فإنه لو كان حقيقة مستقرة محتاج إلى ذكرها فعكس في الأولوية وناقض في تفسير الاحتجاج بمفهوم المخالفة نعم الثاني الثاني أن التقييد بالصفة في جنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس فيقتضي الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام وغيرها أو لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصة وهو اختيار الإمام يعني مثلا الحديث عندنا في سائمة الغنم لو كان الحديث في السائمة زكاة إيش مفهومه المخالف طيب واحدة واحدة النص الآن في الغنم في سائمتها الزكاة ما مفهوم المخالفة في الغنم غير السائمة خلاص المعلوفة والعاملة ونحوها ليس فيها زكاة هذا إذا كان الموصوف مذكورا مع الصفة الغنم السائمة ماذا لو جاء الوصف من غير الموصوف في السائمة زكاة ما مفهوم المخالفة برضو في غير الغنم السائم ما ذكر الموصوف ذكر الوصف فهل يعود مفهوم المخالفة إلى الوصف أم إلى الجنس فتقول غير الغنم يقولون هذا مبني على أصل نقيض المركب من شيئين هل هو سلب الحكم عن ذلك المركب خاصة أم هو عبارة عن سلب الحكم مطلقا فالأول لغوي والثاني عقلي مثال قولك زيد في الدار يناقضه زيد ليس في الدار يقول هذه مناقبة لغوية لكن المناقبة عقلية عدم زيد مطلقا لا في الدار ولا في غير الدار فإذا زيد في الدار مركب هل سلب الحكم عنه لما أريد مفهوم المخالفة أسلب الحكم عن المركب خاصة أم سلب الحكم مطلقا فقل زيد في الدار أسلب الحكم عن المركب فقل زيد ليس في الدار أو أسلب الحكم مطلقا عدم زيد أصلا فهذا منافات أو مناقبة لغوية أو عقلية فهنا تأتي فهل تؤخذ خصوص المحل في النقيض أو لا من نظر إلى عرف اللغة أخذه وعليه الجمهور قال وهو اختيار الإمام ومن نظر إلى العقل لم يأخذ خصوص المحل في النقيض حديث الغنام السائمة على مذهب الجمهور في غير السائمة من الغنم زكاة فلا يتناول في مفهوم المخالفة إلا معلوفة الغنم وإذا أخذت النقيض على القول الآخر تقول ليس في غير السائمة مطلقا الزكاة فإش يدخل في مفهوم المخالفة المعلوفة من الغنم وكل ما ليس بغنم من الإبل والبقر والخضروات والعقار والحلي فيستدل بالحديث على عدم يجوب الزكاة في هذه كلها لأنها ليست بغنم سائمة وليس لأنها غنما ليست سائمة شفت فرق بل أن تقول ليست غنما سائمة أو تقول غنم ليست سائمة فهل تأخذ نقيضا مركب خاصة أم نقيض الحكم مطلقا فالأول لغوي والثاني عقلي فأراد بالفائدة هنا أن يختم بها الباب فهم اتفقوا على اعتبار مفهوم المخالفة للصفة إذا كانت مع الموصوف إذا جاءت في الغنم السائمة وحصل الخلاف هنا إذا تجردت الصفة عن الموصوف هل يعتبر مفهومها مبني على أن المعتبر له مجرد الصفة أم مجموع الأمرين تم كاما المصنف رحمه الله في هذا الباب الحادي عشر ومجلسنا القادم في الثاني عشر إن شاء الله تعالى أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة